بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى فعل الخير يأتي بالخير ويزيد المحبة ويقوي العلاقات بين الناس وأفضل أنواع الخير إطعام الطعام لقمة في بطن جائع أفضل من بناء جامع ذلك لأن بناء الإنسان مقدم على بناء الجدران قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال ربنا تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة إطعام الطعام سبب رئيس للوصول بل لدخول الجنة عن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إن جفل الناس إليه وكنت في من جفل فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره أفضل الأشياء يقدمها الإنسان هي إطعام الطعام إطعام الطعام يبني الإنسان ويساعد الناس على تقوية العلاقات ونحن مقبلون على أيام مباركة فيها إفطار الصائم وفيها الصحور وفيها البركة وفيها الخير ويجب على الناس أن يتنافسوا في هذا الفعل وفي هذه الطعام وأن يطعموا قدر مستطاعهم حتى يطعمهم الله تبارك وتعالى في الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام ومن أقرأ السلام وربط المصطفى صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام في غير موضع بدخول الجنة لأنه يملأ جوف الإنسان ويبني الإنسان وإذا كانوا قد قالوا أن اللقمة في بطن الجائع أفضل من بناء الجامع لأن العبد يتقرب بهذه العبادة وهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى ولذا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فما أجمل أن يكون الإطعام لأجل الله حسبة لله تقربا إلى الله لبناء إنسان يقوى على طاعة الله إطعام الطعام يأخذ الإنسان إلى نزع الشح ونزع الغل إطعام الطعام كان سببا في أن ضحك الله تبارك وتعالى لأحد الأنصار ثابت ابن قيس ابن شماس لما جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي أهل بيته هل عندنا من طعام قالوا ما عندنا إلا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله فقال ثابت أنا يا رسول الله ثم أخذ الضيف وذهب به إلى بيته وسأل الزوجة عن طعام فقالت ما عندنا إلا طعام العيال فقال اذهبي بهم ليناموا ثم أطفئ المصبح ثم دعينا نتصنع أننا نأكل مع الضيف حتى يشبع وقد صنعوا وأكل الضيف حتى شبع فلما كان اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا فعلتم الليلة البارحة إن الله تعالى قد ضحك من صنيعكما ومن ضحك الله له فلن يرى عذابا قط لماذا ضحك الله من صنيع ثابت ومن صنيع زوجته لأنه ما قدم الإيثار وأطعم الضيف بطعامهما وطعام الأبناء وقدموا له جل ما عندهم أو كل ما عندهم في أبهى صورة من صور الإيثار وَالَّذِينَ تَبَوَأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِجُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إطعام الطعام يأخذ الإنسان إلى البعد عن الشح والبخل والسير في طريق الكرم والجود إن الله تعالى كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة أسأل الله جل وعلا أن يطعمنا ويسقينا وأن يجعلنا ممن يفشون السلام ويطعمون الطعام ويصلون بالله والناس نيام ليدخلوا الجنة بسلام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم